مسلسل استيليتو وهنتكلم عن أحداث الحلقة رقم 28 من مسلسل استيليتو خالد قاعد مع جويل وفلك وطارق وكريم وكمان ألماء بيقرر أن هو يفضح كل حاجة ويتكلم عن اللي حصل في التسعينات في البداية بيقول أن البنتين دول كانوا مشاغبين جدا ما كانواش أبدا بيركزوا في الدراسة ولا في الشرح وأنهم عملوا في ضيحة كبيرة وحاجة كبيرة جدا في سنة تسعين الكل طبعا عايز يسمع خاصة كريم انتباهوا تشد شوية وعايز يعرف لكن جويل وفلك كانوا متابكين جدا كل شوية بيقولوا أن الوقت تأخر وأنهم لازم يمشوا وبيبتق بعد كده خالد يحكي لكن ألماء بتوقفهم وبتقولهم فعلا عندهم حق الوقت تأخر نتكلم بعدين ابحكي بعدين يلا بينا نمشي البنات طبعا ما بيصدقوا بيروحوا على طول على بيوتهم خالد بيقول لقالما بعد ما بيمشوا ليه وقفتيني كنت سيبيني أتكلم قالت أنا ما عنديش الشجاعة أني يواجه دلوقتي قال لا ما عنديش الشجاعة ولا خايفة من كريم يبصلك بس صوحشة أو يشفق عليك أكيد ده اللي خلاك توقفيني صح قالت لو أنا اللي كنت في الممكان ده وأنا اللي كنت في الفضيحة دي وأخاف نظرتي قدام أي حد وما عنديش استعداد ولا عند الشجاعة دلوقتي كريم بعد ما بيروح بيسأل فلك عن القصة اللي كان خالد هيحكيها في التسعينات لكنها قالت خالد كان هيقول أي كلام يعني مش حاجة مهمة يعني ما تركزي معاه أكيد كان شارب له كسين وكان عايز يعني يتكلم شوية وكواس إن احنا مشينا أصلا كريم بعد كده بيفكر في ألمع ويطر إيه اللي حصل أما جويل بتتكلم مع فلك بعد كده وبتقولها إن هي خايفة خالد يقول كل حاجة خايفة طريقي سيبها لو عارف المصيبة دي قارت لها تصرفي أنت هتصرفي زي كل مرة صح أكيد قارت لها أيوة سيبيني أنا هتصرف فلك بتتصل بخالد مش بيرد وبيبقى قاصد ده ميرا بتروح للوقاي وبدم له مفاجآت وهدايا كتيرة وبتقول إن كل الحاجات دي جايبها الأولاده وإن هي بتحاول تقربه يعني الأولاده وإن هي كويسة معاهم وبيفرح جدا بيه اللي هي عملته وكانت بتصلحه طبعا على موضوع الرسائل اللي أخفتها عنه نايلة بتوسط الأولاد للمدرسة بعد البصمة بيمشي وبتجري على طول على الشغل وبيتم تحويل الملف اللي نائي بالعام للتحقيق في قضية كريم بعد ما وصل لهم الإيميلات اللي بعتها أسعد نايلة في الشركة بتسأل عن كريم وبتروح تتلم معاه وساعتها بتلاقيه مجغول جدا وبتقوله في مشاكل في الشركة ولا إيه قال أيوة فعلا في مشاكل بس أنا مش عايز أعرف حد وإنتي كمان خروجي منها علشان ما تخشيش في المشاكل دي وكمان فالك ما تعرفش حاجة وياريت ما تقولهاش فالك بعد كده لما بتلاقي خالد مش بيرد عليها بتروح له على طول بيقولها عايزة إيه قالت أنا عايزك تسكت يعني ما تتكلمش في موضوع الماضي ما رهاش لازمها يعني قال لها لأنا حتكلم ملازم جواسك ويعرفوا كل حاجات ساعتها ما قدريش تتكلم وروحت وقالت ليه جويل إنه هو مصر يتكلم وأنا مش لقيا صراحة حل معاه لكن طبعا جويل كانت مرتبكة جدا لو طارق عرف بالفضيحة دي العميل بيروحه طبعا نيلة وإياد ليه وبيتكلمه معاه وبيعجب جدا بدماغ نيلة وإن هي لو عملت شركة هتنجح فيها رجاح باه بعد كده منشوف فلك بتروح وبتتفق هي وكمان فلك إن هما يروحوا كام يوم كده يعملوا زباء ويسيبوا الأولاد ويروحوا هما الأربعة جويلوا فلك وطارق وكريم ليه يعني رحلة كده بسيطة وبتحاول كل واحدة تقنع وجوزها طبعا طارق مالوش كلمة في بوافق على طول لكن كريم بيقول إنه هو عنده شغل كالعادة فلك بتقنعه إن الرحلة دي هتبقى كويسة ليهم هما الاتنين وكمان يغيروا جوه فيها كريم كان مع ألمة بالاجتماع وكالعادة بيقرب منها وهي بتتلاشى وبتهرب منه جويلوا فلك قرروا إن هما يعملوا سباء وبعد كده بيتكلموا في الموضوع بتاع خالد قررت فلك إن هي تحكي بنفسها قبل وخالد ما يحكي وبكده يعني هما يتسدهوا أكتر وبالفعل بيروحوا بيتكلموا قدام جواسهم وبيتكلموا إن اللي حصل في التسعينات واللي أستاذ خالد كان عايز يحكي الفضيحة بتاعته هو وقلمة وإن هما كانوا طالعين على رحلة وكلهم شافوا يعني الأستاذ خالد مع ألمة على البحيرة سوا في وضع مخل وطبعا ما كانش كريم يصدق أبدا إن ممكن ألمة تعمل حاجة زي دي لكنها قالت إن دا حصل وإن هي كانت على علاقة بيه وإن احنا كنا أصحابها المقربين معارفين كل حاجة عنها وإن دا فعلا اللي حصل لكن كريم كان بيقول عادي لما تبقى في البحر ولبسة ميوء أو قريبة حتى يعني من خالد يعني الموضوع مفهوش أي حاجة وأنا مش مقتنع بكده لكن هما بيحاولوا يقنعوا بالموضوع دا كريم بيقابل ألمة وبيبقى عايزي يقول لها على موضوع الفضيحة دي بتاعت سنة 96 وبيسألها فعلا لكنها بتتلاشة رط وبتهرب منه كالعادة وبتسأله عن شغله وأخباره إيه دي الوقت وكده الفيديو بتاعنا بيخلص وتكلمنا فيه عند سريبات الحلقة رقم 28 من مسلسل سلاتو يا رب الملخص بتاعي يكون عجبك وأشوفك على خير باي باي ترجمة نانسي قنقر